وأول سؤال وصلنا سؤال بيقول أنا كنت متجوزة وعندي ولد وبنت وبعدما اتطلقت تزوجت مرة تانية مع أني كنت واخد عهد على نفسي أني متجوزت تاني هل أنا كده ظلمتهم يعني ظلمت أولادي وشردتهم وأزنابت في حقهم ولده نصيبي يبدو والله أعلم أن احنا كنا عندنا حاجة لازم نعملها قبل الجواز أن احنا نتواصل مع أولادنا أن احنا نقعد نتكلم معهم لغاية ما نوصل إلى حالة من حالات التراضي على التغير اللي يحصل لهم في حياتهم لأن بلا شك أن أنت لما تتجوزي لو يزوج حضرتك لو طليق حضرتك وأولادك في الحضانة ممكن يأخذ أولادك وتروح مثلا لحضنتهم لأمك أو تروح حضنتهم لحماتك فإذا المسألة محتاجة شوية ترتيبات كلام مع أولادنا لكن أنت سألتيني سؤال واضح حال أنا أزنبت الحقيقة أنت لم تفعلي حراما وكونك أنت كنت يواخد العادة على نفسك أن أنت ما تتجوزيش ده ممكن يكون طاعة وممكن يكون نوع من أنواع تحميل النفس ما لا تطيق فده كله محتاج أن احنا نعرف تفاصيل السبب اللي أنت كنت يواخد الوعد ده على نفسك لكن أنت لو خلفت ده ورحت جوزتي أنت فعلت شيئا حلالا مش بس فعلت شيئا حلالا بل أنت فعلت شيء يحفظ عليك عرضك ويحفظ عليك حياتك فاللي أنت عملتيه ده واتمش حرام طب أنا بقول كده ليه؟ بقول كده لأن في بعض الناس تحت طائلة أنا آسف يعني تحت طائلة الابتزاز العاطفي إما من طلقها أو من أنا آسف بعض الأحيين أولادها بيخلوا الأم اللي هي اتطلقت كأنها مرصودة كأنها عندها وصمة كأنها عندها حالة من حالات السجن والحبس طب ده بيقدي إيه؟ بيقدي إلى مشكلات ضخمة في حيات هذه المرأة فاللي أنت عملتيه ده ما يجيش حد يحاول يضغط عليك ويبتزك ويبوز لك حياتك ويفسط عليك حياتك ويجي يقولك أنت أذنبتي لا أنت ما أذنبتيش أو أنت شرطيهم أنت ما شرطتهمش بس أهم حاجة بقى هو ده اللي أنا قلتلك عليه أنت تواصلت معهم قبل كده قبل الخطوة دي ولا لا أنا شايف أن أنت ممكن تقومي بقى بمهارة إصلاح ذات البين تقومي بمهارة إيه؟ لأن يبدو أن الأمور مش على ما يجب بينك وبينهم لأن إيه لو على ما يجب ما كنتيش هتسأل السؤال ده يبقى أنت محتاجة إيه؟ تصيني العلاقة تعملي صيانة للعلاقة طب تصيني العلاقة دي إزاي؟ تصيني العلاقة مع أولادك فيها شوية حاجات أول حاجة أن أنت ترجعي تبيني أن أنت مهتمية بتفاصيلهم تفاصيل مدرسهم لو كانوا لسه في أطار المدرسة تفاصيل حياتهم العاطفية إذا كانوا على وش جواز تفاصيل بتاعت حياتهم فاهتمامك عودة اهتمامك بتفاصيل حياتهم اللي هي كانت من أهم المعالم بتاع حياتك وانت معاهم ده شيء مهم جدا أمر التاني أن أنت تحسسيهم أن أنت فخورة بيهم وأنهم مهما عملوا أنت مش هتقدري غير أنك أنت تكوني سعيدة أنهم أولادك وسعيدة أنهم معاك حاجة التالتة والمهمة أن أنت تدوم الدعاء لهم على طول ويسمعوك وانت بتدعي لهم ويسمعوك وانت حريصة عليهم وحريصة أنهم يكونوا في أفضل حال يبقى دي الحاجات أنت ممكن تعمليها وتصوني علاقته بيهم لكن الجواب الواضح أنت لم تزنبي أنت لم تشردي إذا كنت أنت ما رمتيش أورادك في الشارع إذا ما عملتيش ده يبقى خلاص أنت لم تزنبي لم تشردي كذلك أنت ما أزنبتيش ترجمة نانسي قنقر